اشتركوا في القناة الجوزاء بده ينتقل للسرطان الشمس برضه بالعقرب بده تنتقل للقوس يعني في عنا عدة احداث اليوم بالنسبة للمنزلة اللي بوقع فيها القمر طبعا في اليومين انا بذكرها نفسها لانه القمر بطيء بحركته فالقمر ما زال في منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء ورح يمكت فيها القمر لغاية الساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الاثنين اثنين وعشرين وحداش لا ينتقل بعدها لمنزلة النثرة وهي اول درجة من درجات برج السرطان وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج القمر بما انه موجود في برج الجوزاء لساعات الصباح فبيظل علينا تأثير برج الجوزاء هي الغالب علينا من الان موعد بث الحلقة لغاية ساعة الصباح فبيظل النشاط بالاتصالات موجود نشعر في انه عنا نشاط كمان في عنصر الحركة منشوف انه اليوم في عنا نوع من انواع التقلب لغاية ساعات الصباح بيتقلبوا الناس من حولنا احنا منتقلب بافكارنا بتصرفاتنا منكون مزاجي اكثر بالفترة هاي يصعب تصديق كل وعد او كلمة وقال اهم اشي انه ننجز اتصالاتنا من رسائل ومكالمات وغيرها واستغلال الوقت طبعا بالنسبة للزوايا اللي ما زالت قائمة لحد الان وتأثيراتها في زوايا انهت اتصالها ورغم انه على الخارطة الفلكية بيبين انه بعض الزوايا هاي ما زالت موجودة لانه هاي زوايا هي زوايا منفصلة عادة بتعد سبع درجات فبالظل موجودة احنا مناخذ التأثيرات السلبية او تأثيرات الايجابية قمتها منذكرها وبعدين منتوقف طبعا الآن الزاوية المستمرة هي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين المشتري وهاي رح تضل لغاية يوم اثنين وعشرين اللي هو لغاية اليوم نهاية اليوم هي بين عطارد والمشتري وزاوية التربيع يعني سلبية هاي لها علاقة بالقلق النفسي الاكتئاب الميل للاخطاء الحكم بشكل خطأ على الاشخاص افشاء الاسرار بتعرضنا لبعض المشاكل مع العدالة اهم اشي نتجنب توقيع الوثائق المهمة ما نقدم على استثمار او مضاربة مالية لانه الوضع ما بساعد بالنسبة للامور السياسية طبعا زي ما احنا شايفين الامور اللي لها علاقة بالصحافة مواجهة الصحافة مع الدولة انتقاد الصحافة للدولة وكلها هاي اشياء ضاغطة بشكل كبير على المجال المالي والمجال السياسي والتجاري للبلد بتم فضح بعض الاختلاسات او التلاعب بالمؤسسات المالية او البنكية انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة اللي بتيجي بشكل مفاجئ وبدون سابق انذار ممكن يتعرض بعض الكتاب او رجال الصحافة للمقاضاء امام العدالة وممكن يكون فيه جدل حول بعض القضايا الدينية او العقائدية بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التسديس الايجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي برضو اليوم اخر يوم لالها هاي بتخلي عنا حدة في ذهننا قدرة عالية على الحس النقدي بتمنحنا حب العدالة الاهتمام بالامور الغامضة بنقدر ننظم اعمالنا انجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة اما بالنسبة للزاوية المستمرة لغاية 19-12 وهي زاوية منفصلة ما بين الزهرة وبين المريخ هاي بتخلي شوي يكون فيه نوع من انواع جو عام بيسود عليه الود فبيتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة دوليا زهرة والمريخ لو يعني او مش لو هي هاي الزاوية عادة الها علاقة بالأدوية او الها علاقة بالاكتشافات او الها علاقة بشيء له علاقة بالصحة فممكن يكتشف علاج جديد لمرض معين او ترويج لشيء علاجي بالنسبة لخلو مسار القمر طبعا احنا ذكرنا يوم امس وبما انه موعد بث الحلقة اليوم هو احنا منبثها على الساعة اربعة بتوقيت الاردن وهذا خلو المسار الساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني الساعة خمسة وواحد وخمسين دقيقة بتوقيت الاردن يعني لسه ضايل تقريبا بحدود الساعتين لا يبدأ خلو المسار يعني بمعنى اخر انه لسه ما بدأ ولكن انه مجرد ما بدأ خلو المسار الساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش رح يستمر حتى صباح يوم الاثنين اللي هو صباح اليوم اثنين وعشرين احداش حتى تمام الساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة فجرا هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار طبعا الساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبصير في برج السرطان هذا بيعني انه التأثير رح يكون على كل الابراج اننا منشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الامان اننا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا بحيث اننا نشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام بهاي الفترة علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لان حساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا الاهتمام بامور عقارية او امور علاقة بالزراعة او زراعة نبتة او شجيرة انتباه اكثر لاطفالنا او بالعقارات او بالبيت او قضاء وقت ممتع بالبيت مع العائلة طبعا الحدث اللي راح يصير وعملنا حلقة نزلت يوم امس هي انتقال كوكب الشمس من العقرب الى القوس وطبعا هذا الانتقال راح يكون في ساعات الفجر الساعة 2.33 دقيقة صباحا من صباح اليوم بنتقل وبصير في القوس ورح يمكث في القوس بحركة امامية طبعا الشمس ما بتتراجع لغاية عصر يوم 21.12 الساعة 23.57 دقيقة طبعا اللي بده يعرف التفاصيل وتأثير الشمس وكتوقعات شهرية يأخذها في حلقة موجودة على القناة طبعا بالنسبة للزوايا اليوم ما في غير تأثيرات الزوايا المذكورة اللي هي الزوايا البطيئة القمر ما بشكل زوايا عشان هيكي منعطيه نسبيه عاليه بانه منسميه احنا القمر المحترق لانه ما بشكل زوايا وبطلع من خلوم مسار فعشان هيكي تأثيرات الطاقة تاعته بتكون ضعيفة جدا بالإيجابية بالنسبة للأعضاء المعرضة أو الحساسة أو الأكثر حساسية في جسمنا جسم جميع الأبراج دون استثناء وهي الأعضاء لازم نوفر لها العناية الإضافية اللي هي المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة، الصفاق وهو صفاق البطن مش صفاق الورك فعشان هيكي بنقول الصفاق اللي هو غشاء بشبه الحرير ببطن جدار البطن من الداخل بيغطي فيها الأعضاء الموجودة داخل البطن فهذا يسمى الصفاق فيه الصفاق الآخر اللي هو الصفاق العضلي اللي بيجي عند الفخد تقريبا طبعا الجهاز اللي مفاوي هو عظم الصدر هدولة أكثر النقاط الحساسة بتكون في الفترة هاي اللي لازم أنه نوفر لها نوع من أنواع الحماية وفي نفس اللحظة لو شعرنا بأي شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب لا إلها طبعا بالنسبة لليوم بدأت اللي هي مراحل الإيجابية لإجراء العمليات الجراحية يوصى في هذا اليوم إجراء عمليات جراحية دون فترة قلو المسار طبعا قلو المسار لا يصلح هو غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لأن القمر حكينا محترق رغم أنه يعني الزهرة مرتفعة الحظوظ بتعطي إيجابية في هذا الموضوع والزهرة برضو مع المريخ بتعطي إيجابية ولكن للدقة أكثر أجلوها يوم يعني لا يوم الغد بيكون أفضل مناسب لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا ما في أي مشاكل يوم إيجابي ولكن زي التحذيرات اللي دايما بحكيها أنه بندول كل ست ساعات حبتين لمدة ثلاث أيام وينصح بيأخذ حبة أسبرين كل يوم لمدة ثلاث أيام بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة يوم أربعة وعشرين إحداش بيبدأ في تمام الساعة خمسة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وثمانية وخمسين دقيقة بعد العصر لا ينتقل القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب ثمنتعشر يوم في تمام الساعة أربعة وتسعة وأربعين دقيقة مساء بيصبح تسعة عشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب وبدأ تنتقل القوس حكينا لغاية يوم واحد وعشرين اتناش رح تمكث فيه سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الجوزاء وبدأ ينتقل للسرطان ورح يمكث فيه لغاية يوم أربعة وعشرين سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن ولكن في ساعات الصباح بتقل ساعاته لخمستاش في المية أما بالنسبة لعطارد في العقرب حتى يوم أربعة وعشرين اتناش هو اليوم سعيد بنسبة خمستاش في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناش سعيدة بنسبة سبعين في المية المريخ في العقرب حتى يوم ثلاثة اتناش منتحس بنسبة عشرة في المية المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بتنشطوا لليوم الثالث على التوالي في أمور الاتصالات والتنقلات والحوارات يعني من الآن لغاية ساعات الصباح أهم شي تنتبهوا أثناء قيادة السيارة على الطرقات إذا كان عندكم امتحان أو مقابلة بتكوا تركزوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحظوظ ممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جار في ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شي إنكم ما تتهربوا من المسؤوليات حتى ولو كانت كثيرة عليكم بتكون تحذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستأمن تصرف أحدهم تجاهك فحاول إنك ما تنفعل نظم جدول أعمالك ونشاطاتك العباء بهذه الفترة شوي بتكون زيادة وممكن إنك ما تجد وقت للراحة برج الثور بيضل الإهتمام بمور المالية فعشان هيك ممكن تهتموا بضبط ميزانيتكم أو ترتيب بعض الدفعات أو الالتزامات عليكم أو المشتريات أهم شي إنكم تتجنبوا النفقات في هاي الفترة ومشتريات أشياء ثمينة يعني يفضل إنه لا يخلص خلو المسار أهم شي تنتبهوا على أمالكم برضو من السرقة أو الضياع في ساعات الصباح بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وتعززوا العلاقة مع أخ أو جار حاول إنك اليوم تتحدث عن رأيك بجراءة وحرية عزز علاقاتك ابحث عن التوافق والإنسجام نظم الدفعات والمبالغ الطارئة عندك من الأمور المالية بشكل جيد وحاذروا من إهمال الوضع الصحي وتجنبوا الإرهاق برج الجوزاء طبعا النشاط عندك أعلى اليوم من الأيام الماضية خصوصا أن تأثيرات الخصوف أصبحت في نهايتها أنت اليوم عندك قدرة عالية على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم نشاط واضح ولكن أهم شيء إنك تضبطوا عدائيتكم بالفترة في ساعات الصباح طبعا بتعيدوا تنظيم الأمور المالية أهم شيء تهتموا بميزانيتكم تهتموا بأموالكم بمصاريفكم بدكوا تتجنبوا النفقات نظموا الأقصاد وما تسمحوا للأمور المالية بأنها تتراكم عليكم أو الديون تتراكم عليكم حاولوا أنك تفكروا بمنطق وعالجوا الأمور الطارئة فورا ممكن اليوم تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى التوجهات السياسية اليوم راح يكون في عندك لقاء داعم لا إلك برج السرطان طبعا ما زال التعب مسيطر عليكم ولكن أنه هذا ما بيطول لساعات الصباح فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الصباح حاولوا أنكم تديروا بالكم بشكل أكثر على حالكم يعني بمعنى آخر التعب هذا والتراجع الصحي الإحباط الضغط اللي موجود عليكم بيستمر لغاية ساعات الصباح وبعدين من ساعات الصباح بتمتلقوا نشاطوا حيوية راح تعيش اليوم لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطة معينة بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها الأجواء إيجابية ودعملة إلك بشكل قوي وإنت بدأت مرحلة جديدة برج الأسد بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء وبظل فيه نوع من أنواع التواصل أو الاتصالات ما بينك وبين بعض الأصدقاء اليوم أو حوارات أو نقاشات ولكن في ساعات الصباح فبتدخلوا فترة غير مريحة لأن القمر رح يصير في بيت المتاعب فهاي الفترة بتنال من صحتكم وعصابكم مش بالشكل السلبي ولكن هنا بتضغط على البعض بشكل كبير رح تسجل الفترة هاي نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء ضروري أو أي شيء مهم إلا الأشياء المهمة جدا المضطر أنك تنفذها فنفذها أهم شيء أنه بالفترة هاي بتقدر تتخلص من عادتك القديمة أو الأمور القديمة المعلقة بتقدر تنهيها انشغل فقط بالمسائل الروتينية هذا أفضل واحذر من التأخيرات برج العذرة طبعا ما زال القمر موجود في بيت السمعة لغاية ساعات الصباح فعشان هيك حافظوا على سمعتكم على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل لغاية ساعات الصباح إلا أهم أنه ما تخلف القوانين ما تجازفوا ما تتهوروا يعني أي شيء بشوه السمعة حاولوا تبعدوا عنه لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بصورة أوضح أكثر نظرتك بتصير متفائلة أكثر بيطمئن بالك ممكن تحصد دعم أو تأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء اتلطف الأجواء وحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها مع الأحبة برج الميزان طبعا الجو ما زال مشجع وقوي جدا على مستوى الاتصالات والسفر والحوارات مع أشخاص خارج البلاد ولكن اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة من الآن لغاية ساعات الصباح بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضود أثناء تنقلاتكم على الشوارع المفتوحة برضو بدكوا تكونوا حذرين من ساعات الصباح القمر بنتقل وبيصير في بيت السمعة فبإمكانكوا انكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل حاولوا انكوا تنظموا وقتكم بشكل جيد وحاولوا تكون واضح في أولوياتك ما تخلي أي شخص يثير عن فعالك أو غضبك بسطاتك مواجهة أقوى المنافسات لأنك انت اليوم تتمتع بسرعة خاطر وذكاء حد برج العقرب طبعا من القمر في البيت الثامن لإلكم بيت الأموال المشتركة فعشان هيك تقدروا تعدلوا على الأمور المالية وخصوصا الأموال المشتركة أو أمور إلها علاقة بقرض إلها علاقة بديم مطالبات مالية ترتب وتعدل الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي معك شريك فيها طبعا هاي بتكون الفترة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بنتقل بصير في البيت التاسع لإلكم فممكن يصلكم خبر صار من بعيد هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع عندكم المعنويات بتقوى الحضوض في أشخاص ممكن يسافروا أو ممكن تشاركوا بمؤتمر مثمر ومفيد وبيكون لك اتصالات بعيدة مع أشخاص أجانب أو خارج البلاد ممكن تتلقى بعض الأشخاص أو تلتقي بعض الأشخاص حول طاولة حوار للتفاوض وممكن تعالج مسائل متنوعة برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة القمر ما زال مقابلكم تماما فعشان هيك شوي بتحسوا أنه في نوع من أنواع ضعف الطاقة أو العصبية بالمزاج أو الملل من بعض الأمور ما زالت الطاقة ضعيفة لغاية ساعات الصباح طبعا من الساعات الصباح شوي الأجواء بتتحسن ممكن تهتموا بضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتك اليوم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية معدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل يعني ما توقع على أوراق بدون ما تقرأها بدون ما تهتم فيها وخصوصا الآن الشمس كمان بتنتقل عندك تعطيق طاقة أعلى برج الجديد واصلوا الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل وبدكوا تنتبهوا لصحتكم لأنه ما زال القمر في بيت العمل وبيت الصحة فممكن شوي تهتموا ببعض المسائل العملية أو الصحية من خلال الآن لغاية ساعة الصباح ممكن يكون بعض الاهتمام بأحد الأقارب في ساعات الصباح بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم ولكن كنت تحذروا أن القمر مقابلك تماما ممكن تعزز علاقتك أو تتصافى أو تتصالح ما بينك وبين شريكك بالعمل أو بالعاطفة ولكن زي ما حكينا أنه مقابلك يعني طاقتك ضعيفة فهاي فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء تتجنب وردات الفعل العنيفة الفترة هاي سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث وشوي القمر بيخليك مضطرب لأنه برضو هو محترق اليوم يعني ما فيه الوحظوظ وبيخليك مرهف الحس فعشان هيك بتشعر بالارتباك والغضب رغم أنه شوي الطاقة هي العنصر الأساسي اللي أنت بتعتمد عليه بالفترة هاي برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا يعني بتظل الحظوظ موجودة ولكن ما تبالغ بحظوظك لغاية ساعات الصباح برضو ما تحاول تتحكم بالأحبة أو تفرض رأيك عليهم في ساعات الصباح القمر بنتقل بصير في البيت السادس فبتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم حاول تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك بتستعيد كامل حيويتك وممكن اليوم تدور الأحداث بسرعة ونشاط وممكن تمارس عملك بحماسة عالية جدا أهم شيء أنك تحاذر من الإضطراب الصحي أو بعض التقلبات الصحية وبرضو بالمقابل بدك تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بزملاء العمل برج الحوت بتنهمكوا بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة ما زالت الأجواء العائلية والبيتية هي المشغلة فكركم أكثر شيء واللي أنتم مهتمين فيها أكثر شيء خلال هذا اليوم يعني من الآن لغاية ساعات الصباح أو حدث عائلي أو مناسبة معينة في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير للأفضل وأكثر إيجابية بالنسبة لإلك بتزداد راغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم تعزيز الوضع العاطفي أو التقارب من أحد أفراد العائلة بشكل شخصي أو دعم من أحد المقربين لإلك ممكن أحد الأبناء يكون أو البنات بتزداد وطيرة العمل عندك بشكل واضح ممكن اليوم تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقها بهواية معينة حاول معالجة بس الأمور براوية مبتعد عن التعقيد وعن المشاكل وعن التحكم أو فرض السلطة على الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر